موسيقى 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 السلام عليكم وبركاته. ونقذته الايام الاولى دي الرمضان. والله يكبر بكم كما كتسولوا فيها وكتباركوا لي ايه ثانية واشر الهلي خطيكم. ونبدأ معكم الفيديو دي اليوم غادي يكون اه نحضر معنا الماء دي الرمضانية وغادي يلخص نايا ونبدأوا تقريبا باول وصفة. اللي غا نحتاج فيه تقريبا انك هاد السلوات اللي انك هاته ايا قرفة. ياباني. ده بغا نطلع ده بالفوق وغادي ندي معي الحاجة اللي غادي نحتاجها ده بفرو وصفة اللي غادي نحضرها معاكم. حيت خسنين وجده قبل خسنين دخل للتلاجة وغا نحتاج فيها لعندكم خيزو بشروه او حكوع الحكاك. تقريبا ميتين وثمانين جرام ولا 300 جرام ديال خيزو. وغادي نضيف عليه هنا يا انا اختارت هنا حليب يا عادي يا نباتي. انا اختيت حليب نباتي هنا يا غادي نضيف 400 ميليليتر ديال الحليب. غا نضيف عليه هنا يا عندكم يا لوز يا قرقاء اللي كين بجوجهم غاي جوزوينين. شي جوجم عالقات هاكا. غا نطحنهم معا. غا نضيفهم تما في البلندر. اه علاش حيت باغا انا تقريبا نخصط طحنهم لي ما يكونش فيهم حتى شيحبة. يكونوا ديرين بحال شكل السوب هم اللي بغيتهم. غا نطحن مزيان وغا نضيف اضافة خرال اللي هي واحد ديسيليتر ديال سكر سانيدة. وغا نضيف تاني واحد ديسيليتر اللي عندكم حليب بودرة. كي جيتا وزويون. ناخدو فيتا ونفس القياس اللي اخدينا يكون زيت شوية هكا على على السكر سانيدة. اللي بغي يعودتها سكر سانيدة بالعسل را غا يقدو تعودو راته وتيجي زوين. وغا دينا نضيف هنا هادي كالنكهة اللي جبنا دي السيرو. يا قرفة ياباني اللي عندكم. غا نطحن هنا يا كل شي مزيان 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 خليهم يطحنوا مزيان ما يبقوش عندي فيهم لا حب لحسة شي حاجة. وغادي نديهم هنا يا على مقلعة ولا جميلة اللي عندكم تمايا وغادي نطبخهم مدة تقريبا ما بين ستة تلت من يدي الدقيق وانا واقفة على عافية مهيلة وتتحركوا فيهم. من بعد ما ساديت انا اه في القاع هنا طبق او اه فاش غادي تحطوهم حيط لكم الاختيار لغادي تديرهم في شي مول كبير شاشك غادي نفرق. انا هنا هذا اللي صوبناه البنات فلون. وفلون هو بالخيزة بالخوضة. لاتتعرفون ان يا خوضة يا فواكي دكشي كي جين يزوين. اختارت هنا اذا كغيش شكولات بيض. هو اللي درته في القاع حيط يجي شكال شكال السحور او البدية ديال الفطور او ها ديرها تديزوينة اي واحد كيحتاج حاجة حلوة. انا اختارت دابا نديرها منزليا ديرها فطور. جبت او لا فاش كنا خارجين نهار قبل جبنا معانا وشي ديال الغرس ناقصي واحد المحبق طويل عندي اذك الغرس اللي باقي نعقلي عني في الكوزينة دابرا اكتار شوفه اكتار من عام وهو كهين تمايا. ما زال شاد ما شاء الله. محبق واحد اللي صافي خسر هو اللي انقص عندي. جبت هذا شوية ديال الوان الحياة تما جيت لافابو فين كان غسر الماء عنوذك شو لا فين كان وقف كيعتوه شوية ديال الحياة في الكوزينة زوية ونزوية 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 والنباتة تصراح. حضروني الوجبة اللي كتكل كتسخن كتعود كتسهل ضغياء كييرفوع لها ضغياء كييرفوع لها ضغياء كييرا كلها محببا بزاف بزاف اللي سياكلها وهي شوارما ديال الجيش وطريقة منزلية كجي رائعة كجيزوينة وبلينة ولديدة خصلا خليسوا ديال الجيش مركض فات الصوس اللي غادي نصابوه مع بعضياتنا را كجي واع راش تبعوا معي الطريقة اللي غادي سعطيكم ذيكا وغادي سعجبكم بزاف زاف هادي نحتاج هنا قطعت صدر ربعة ديال الجيش قطعته اه اه طروفة كبار اضفت عليه الياغورط طبيعي معلقة ديال طماطم المراكزة شوية ديال تشيلي شوية ديال صويا شوية ديال توابل ديال شوارما شوية ديال ملحة عندكم هنا بزار مخلط بالتشيلي و بالحامض شوية ديال سكينجبير خديت هنا فو سوس ديال التوم ثلاثة و معاهم الحامض وغادي نطحنهم في الطحان هذا الحامض كان في الفريقو وهذا اللي كتشوبوا معالي كنت ضيجة صوبته معاكم مش حال هذه وغا نخلط الخليط كله مع بعضيات اه خلطة اكتر مرائعة ديال شوارما هادي كتوابل تقريبا عن ديال شوارما غايش شوية ضفت واحد شوية هي تقريبا فانكها ديال كاجيني فانكها ديال القرنفل والقوزة وهذا اه شكي يقولوا ليها قصبر كارم كاجيني فيها ها التوابل قوية فيها زويل هنا بزاف غا نخلط كل شي مع بعضياته وغادي ناخد هنا يا البلاستيك الغذائي هنا غا حيث غا ندير لكم الطريقة بحال ديال شوارما لي كتباع في الزنق اوكي ما غا نديرش شوارما ديال بحال ديال اللي كتباع في الزنق اوكي صوبها ليتالك الزر دبانا صوبتها الراسي غادي نتقب شوية ذاك صدورة ديال جاج باش يدخل فيهم ذاك الصوص مزيان وغا ناخد البلاستيك الغذائي غا نوضعه ونسرحه بطريقة طويلة بزاف وغادي نوضعه انتمايا وغادي نرولي غادي ندير واحد رولي هنا بها الطريقة صافي وما نخليش فين كيل الهواب بيناتهم بينات الكسطورة ديال الجاج يعني غادي نضغط مزيان ونضخلهم الفريقو هنا فكرت انا قلت غادي نصوب الطريقة السهلة وش حاجة كتكال من بعد وغا نوريكم شنو غا ندير موين فكرت انا كيفاش غادي ندير ليهم هايا من بعد را غا تشوفوا الناتيجة ديالة النهائية هادي واحدة اخرى لصوبتها غا تشوفوا هذا بايا كيفاش اه من بعد ما غا تخرجوها من الفريقو غا تكون جامدة يعني هادي كتصوب بنهار قبل اه باش انقطع هذا بمع بعضياتنا واتشوفوا الشكل النهائي شاوار ما شاوار ما شاوار ما شاوار ما شاوار ما ديال قصة اللي عزيز عليه الدجاج واللي تيبغي يصوب صاندويتشات ساهلة دغية دغية على المقلة كتشحروا بيت زيدوا اي حاجة اللي بغية دغية على السارع صوبتو عدس كتديروهم هاكدا من الفوق ساكدو تقطعها هاكا بالموس شاكت جي سالة قطعت انا على شكل شرائح وضعت هنا على مقلفة شوية ديال الزيت ديال الزيتون وغادي اميدان شحر الشاوار ما ديال شحرها هاكا شوية غايت لخبطية ديال الشياب وغادي نطفع لها انا اختارت الخبز ديال التورتية قلت اه خديتو ديال الزرع ووالي غادي جيني اه زوين واسهل حتى في الهضم وكيشبع صراحة وكيجي زوين هنا في رمضان وكي تكال هاد النوع ديال الخبز بالطبط كي ياكلوه ادرالي وتناكلوه تحنة صراحة قلت لكم هاد الاوكلا دغية دغية كتسالي خديت هنا شوية ديال كورنيشو غادي نقطعو على شكل شرائح طوال بحشكل الشاوار ما قطعتو واخديت هنا في لادير فياو لالفرماج الكريمي هنا فيه تشيلي فيه الحار وقطعت هاداك التورتية على جوج وغا ناخد الفخوماج غادي نديره دبايا غير تمه في هاداك البلاسة والفيديو بس شوفوا معي الطريقة زوين عن انا نشكلهم هنا بحل شكل البريوات اللي تنصو بوحنا وغا نحن نطوي على هذا الشكل وغا نديرهم بحل على شكل متلات البريوات اللي تنصو بوحنا يجيوز وينين وفي الحطة وفي المنظر وفي الشكل وكتجي دك الطرف راكات ارا عمرتهم دبايا تقريبا انا شون حطيت كيمية كبيرة ديال ديال الشاج كيجيوز عماء عامرين شيلي بايت مقصد بها الطريق بعد غادي نقول لكم تقريبا اه ما بغيتش هنا نخلط الفيديوهات مع بعض ديالت معاكم بالمونتاج حيث خليتهم من بعد اصابت الوصفة الاخراء عاد رجعت تبا غادي نخلي لكم هنا يا وصفة كل وصفة بوحدها يعني انا قاعد ديت في المونتاج باش ما تترونوش خديت الماكينة ديالبانيني ودرتهم عليها تقدو الدهنو بزبدة وديرهم مع المقلاء وكدو تتخنو مع المقلاء رات يجيو رائعين او دخلوهم في الرميل مقيلة كيجيوزوني بزبدة ولا هادي ديالبانيني كيجيو روعة شوفوا الشكل النهائي غا اعطيتكم غير فكرة داك شي طريقة سهلة ومبساطة ومن غير ما ما تديرهم في الماكينة يبقوا لكم فتلاجة ما تيخسروش وتتخنو فوق ديال الفطور يعنو تقدو تتصوبوا كمية كبيرة وتبقوا تتخنوهم غير هاكا الفطور مع حريرة ولا بعشربة ولا مع اي حاجة التي يجيوزوا يقولي التانية غا نمضي على المونت هاااا هاا هااا ، أغير الحم خانتي هنا juftو غير الحم ديال القطبان ولا طايتها بزيون وهو كيف اختاريتو دا بقى ان صوب ليكم لي ما كيبغيش التجاج الحم حتى الشوارمة ديال الحم زويونا وميكس له بجوجر يجيو رائعين قطعت طريفة كبيرة و انا قطعت طريفات رقية و قين بشكل شوارما رقية و قين غير طريقة للحم اختلفة على الجيش اخذت فيها بصلة و قطعتها هي نفس الشكل طويولة و رقية و قابل و نفس الشكل اللي قطعت به للحم و ازدت هنا الحامض اللي كان قطعه و ندخله للفريغو و نحتاجه بزاف قدرت الكمية اللي بغيت قطعت على ثلاثة ديال فصوص ديال التوم و غادي نطحن ثاني مزيان اذاك الخلطة و غادي نضيفها كتعطي واحد البناء اكثر مرائعة و جربوه الحامض رأي صوبته معاكم في واحد الفيديو بطريقة سهلة باش تحتاجه في الفريغو و تحتاجه ديمة شوية ديال الخل يجيب لنا تذك الحمي ارجع زويا وهناي هاد اللي مخلط مع السودانية والحامض رأي زويا مخلط مع السوزوي و زويا هاد البزار شريت و عجبني بزاف شوية ديال الكامون هنا عطرية شوية مختلفة و غادي نضيف شوية ديال سكنجبير كي بغيتها هو شوية و التحميرة والفلفل الحلوة و ضفتها هاته و شوية ديال الملحة القياسة ديالكم و ما غادي نساش بطبيعة الحال التوابل ديال شوارمة ضفتها مع القاة باش تعطيني ديال برنات ديالهم و غادي نضيف هنا معاي القاة صغيرة ديال بحاج كلا الخليط ديال زيت زيت غا نخلط هنا كل شي كتيكم طريقة ديال الحم مختلفة الاساس والاهم في الحم تهو كي يجي باش ديكم البنة ديال شوارمة شوارمة ولا شي حاجة و ديال التوابل تترقد فيهم لانه تيجيوا احسن بزاف حسن ما تصوا بهم و طيبهم في البلاسك يجيوا رائعين البنة غا ناخد هنا اه فلفلة حلوة اختارت الفلفلة الحمرة و غا نقطعها بنفس طريقة شرائح طوية للرقاق و غا نقطعتها مرصوات صغيرين غا نوجت هنا باش نقول لكم اضافات اللي غا نضيفهم حيث غا تكون شوارمة ديال الحم بطريقة شكل خور غا نصاوبها مختلفة على ديال الجاش اختيتها هي ضفتها على المقلة ما درش في المقلة حتى شي حاجة غا ناقصة شوية ديال العافية و غا نشحرهم حي الضغية غا نضيفها غا نضيفها غا نقصة غا نشحرهم شوية على المقلة و غا نضيف هذه الفلفلة و البصلة او الماتشا اللي قطعنا مع بعض اياتنا ديما انتم معايا و خمشي معايا و ما كلمتكم تكونوا معايا والله ايلا ديما نقول لكم تقاسب معاكم يلا نطلعون وجدوه نطلعون حضروه و اندخلكم معايا الكوزينة و اندليكم و انفعليكم قلت يلا كونك توقفين معايا ديما في كوزينة اختارت هنا الخبز ديال التورتيام بعد ما شحرتها صافي ما ضفت حتى شي حاجة اخرى اخديت هنا ديال الضراء يعني تصحاب اللي عندهم مشاكل ديال الغلوتن نتاورهم زيال ليوم هاد الخبز ديال الضراء يصابوه صحي و ساهل في الهضم هو اللي اختارتو يكون معا الحم تغييك يتهضمت الخبز زوين 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 ضفت الكيمية اللي بغيت انا يعني عمرتها باش غادي نديرها على شكل و ضفت شوية ديال معدنوس و شوية ديال كخيم فخاش ترسين تم مدرتو من الفوك ترسين و غلوين بها الطريقة ديال شوارما نيت الطريقة باش تلوانيت دروم دروم شوارما هي باش درت هذا بعد شكل هذا صافي لويتهم و صوتهم و جيت تصفيقات تصفيقات على ذيك الله اللي اختكم عياز زينات لك القراسيا و الجد دغية دغية جبت الوقت حضرت بزعب الحوية الساهلين و ضغيات زربت فيهم كتا ترشق ليك نقول الله انا سالي ضغيات دباية درتهم بنفس الطريقة يعني انا دي مكان سهل علاستو معا فين زيك اذاك تسهيلات والحاجة اللي تيبغي والاغلبية اللي تيبغيوش حاجة سهلة وبسيطة و ما يوقفوش علىها في كزينة بزاف و يضيعو فالوقت و يصهدو و يصخنو و يديرو و يعرقو بحالي بحالكم التجارب قاعدو و ازنام والحاجة السهلة يلي دا ما تنجلوها في نفس الوقت كتكال ما نصاب شي حاجة انا يا ذيكا ما نصاب شي حاجة ما التكال شو ما يأكلوها جتراري يعني غين نصابها غيزواق و منظر نوخس الحاجة التكال و الا ما غاديش نديرها و ما غاديش نصابها و ضروري هنا من الواح الخشبية معروفة ذيكا طريقة ديال تحضير ديالي اختيت شوية ديال لعنة بحاجة اللي كتكال اللي كتكال هي غادي نحطها في الطبلة هنا الخبز ديال زرعة ديال قرعة او زرعة العادية نواش مثلك شي مهم هدك خبز حطيت سلامي حطيت فخوماج عنب تمر و هدك كومفيتور ديال الشريحات مهم نزلت الحاجة اللي كتكال اللي نزلت هذا بحاجة في الطبق لكن صابه بطريقة ديالي و بشكل ديالي و هالطبق غير صغير ور يعني غير لنا زوين و كيجيتها في الطبلة زوين و كتزي منه كتاكل أكثر يا هدك الخبز أنا كيعجبني بزاف و اللي كان ناكله تقريبا و اللي كان هزمنه هاي بقى اليامان حضر حاجة أخرى ضرورية و تايف المائلة خصة تكون هي اللي تقريبا الحلويات شبكية و داك شي اللي ديال الطق قصرى ماداني اللي كتحسي أنه و رمضان كين و بسلو بشبكية و داك شي ما يكونوا في الطبلة مستحيل لهادو ما يكونوش ممكنشي رمضان في هاد الأعوام كله اللي دوست ما فيهم لشبكية و هذا العام عيدنا بشبكية و بسلو و هذا ديال اللي دياليستي لغيتها راح اضطيت لكم في الفيديو السابق باش تشوفوا تقريبا شنو صني و شنو جاني وتبرت الله على الماداق ما عندنا ما نقولو داك شي بنينو زوين البيض هناك يحتاجوه في الفطور ما يمكنش ما نديروش كيتكال صراحة و كندير غير القياس عفام تياكله كل واحد كي اكل غير بيضة ما كياكلوش كتر من هاداك القياس درتوه بها الطريقة و حطيتو في هاد الأطباق ديالهم نيت و شوية ديال الكمون عزيز عليم و الفو الكامون و شوية ديال الملحة هندير هنا شوية هندير قاتي على قبل شوارما و نكشي زويب و نكشي حاجة سخونة كتقدي الدوزي بها هسمى البارد هندير هنا يا كين نيت النعناع و كينة الشيبة هنديختارت هنا شوية ديال النعناع همو اللي غادي هنديرو حصة في هنا قرب الفطور و غادي نحضر معاكم طبلاء غا نزل هنا للصالون باش غادي تقريبا نوجد حيث حنا اللي كنخلقو لك الأجواء الرمضانية قاعد الناس تقريبا اللي عايشين في الخارج أجواء هنا لما خلقتين مش و صنعتين مش راسك في الدار ما ديش تحسي أنا و كين رمضان كين عيد كبير كين هادي كين ديكو حتى الأسرتك اللي اللي لك و الأسرة ديالك الصغيرة غا نشعل هنا كذلك غادي نشعل البخور مين بخور بعيد كل البعد على الماكلة مخصوش يحتك بالماكلة ممكنش تحطي الطابلات و تبدي تبخري فيها بالماكلة لأن البخور كيتخلط مع الأكل كي ستلك أصلا شهيد الماكلة مكتقاش الريحة دياله مكتحرفهاش باش مصابه باش ديره مكتبنيهاش بحل شي واحد يدير لك الريحة في الفم ديالك لا تقديش تأكله البخور خصوش يكون بعيد على الماكلة بعيد عليها بزاف يعني تبخروه و تنزلي ذاك شي تحطي الطابلة و تبدي تبخري فيها لا يمكنش نشارك معكم هنا اللوبان الصافي دايجا شاركته معكم في الفيديوهات هنا توصلت بحاجة جديدة وبخور جديد من غير البخور اللي كنت قسمته معكم بحال هذا بخور لوبان مع عشبة الليمون رايحته زوي هنا و غزال يعني اللوبان ذاك شي زوي وانو بخور صراحة اول مرة تعجبني شي بخور اللي وليت انا تستعمله لانا قلت لكم مع الشقيقة وذاك شي ما كان بخرش من هاد البخور من عندهم رائع بزاعة فحما قيت عليه هو تقريبا اللي تتشوفوني تنديره بكترة وكان ريح نري انعطر بي هنا يضطر هنا هناك بخور تاوادي مع اللوبان مع خشب العود وش حاجة زوي وونتاوا العود العودة لا تشوفوا غير لوم باراج وكيف اجدائي ودرشي كيف اش مصنوع زوي وونتاوا انا بويت نشارك معكم حيث حاجة جديدة هذا اللوبان مع فلورا اتيش حاجة جديدة على شوفوا الفيديو اللي سبق باش تشوفوا الجديد حيث هادك في انواع اخرى وهاد انواع اخرين جدا باش تشوفوا الجديد ديالهم اللي بغي يطلب من عندهم لوبان الصافين انستغرام ديالهم ده بنزلو لكم دخلوا وتواصلوا معاهم هنا باخر العاروس هذا واني ترا ديال العاروس ريحة ديال كتشمي بحل ريحة ديال العراس شريحة ملكية ديال السلطانة ريحة زبيونا ها وحط ريف صغير وورا تيعتر لك المكان مزيان وفعلا وتيشعل حاجة غيكت تحطيها كتشوفها يصافي الدنيا محتاج تدي ليد الكمية كبيرة وهنا وصل نحتل عود القماريتة هو عندهم ما شاء الله تكشي زوين اه زوين بزا في الصراحة وعندكم هنا يا تاني واحد حماقيت على معطيرات ديال الجو ديالهم اول مرة في حياتي تنصادف معطيرات ديال الجو روعة 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 بزا هنا المرش ديال العنبر هذا ما كانش عندي لانا ديجة قسمت معاكم تاني شكال خراين كين هادك ديال لوبان كين ديال لفاندا ديال الخزامار فلورا ديال ميسك ديال خشب العود كين بزاف عندهم بزاف ديال انواع البنات كين ديال الصافي ديال عشبة الليمون هذا اللي جاني ديال عشبة الليمون وتها ديال رشاشة ديال معطيرات ديال الجو هذا ديال الصافي ديال بزاف ودرت هنا القليصة عثرت المكان شاعة شمعت البازاء الجو شوية ديال الصداع اه وغادين يا نهبط الفطور هنا يا للطبيلة يا غادين نفطره في الكوزينة على حساب طبيلة كيف جديرا بعدما هادك ندير غير بلاتوات كي يجيوزونين في الحطة تفشكل ديالهم وذيك شي خاصة في الفطور وبلاتوات يكون كبير وكي يكون فيه بزاف ديال الحويج المرة الجاية هادك نتقاسمه معاكم ان هادك ممدوزهاش ليكم في القناة وشي حاجة زوينة خاصة لكي نوجود ديال الاشخاص كي يجي في افطار خطير ما جاية نتقاسمه تقريبا معاكم ومنها نريكم تقريبا سوف ينقلسوا هنا الفطورة تشوفوا دبا الفلوهان وطريقة دياله وكيفش يجي خاصة العزيز عليه خيزو وشي حاجة كي بغي يديرها بالخضراء والكشيرة كي يجيزوين وحتى اللي بغي يتقلوا كثرة كي يدير فيه مع القادين وانشاء الله بغي يتقضوا وضيفوها لكي يجيزوين تجيزوين 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 انا تكون تحكوين عن المغارفين يزيكا كنت شرفين في المغارفين لا شيئا والله إله يراد لكم رمضان لما كانت شبكية وثلوه وخامة يتكارش مو بخصم يكونوا في الطبيلة ومو الحريرة ومغارف كي اللي عندوها ذاكورة ورمدان وو باش كي يحسبيه رمضان ذاكرة كل شيء كان اي حاجة ديال الدكورات وديال المغارف ذاكشي اللي كانحتاجو من العام كان هبط نجيبو من اللاكاف كان ديرو شيء صندوق كبيرة ولا شيء كارتونة كان كتب عليه اسمية يا عياد ميلاد يا راس العام يا رمضان ذاكشي وكل عام مني كانحتاجو كان هبط نجيبها باش كان نجبد ذاكشي اللي عندي وكنزيد عليه حاجة اخرى والحاجة اللي تزادت جديدة تهيكا تضاف الكارتونة كتبتاني تحتوها هكذا ديوم انتم عارفين زيكا مع الاجواء واضاءة وشماعة وتكشيرها من زمان مشيش حاجة جديدة كان خلق ليها ديما نجيبو في الدار يا راس زينات ديالي غادي تخليكم زيكا هنا وغا تقول لكم اه فطوركم تنتو ما تفطروا بصحة و بسلامة له لا يخطيكم عليا وما تبخلوش على زيكا ديما التعليق وهبطو ديرو ليه لايك اكيد فنسي دارتاني جديد وفيديو جديد